اصحاب الحلوين التعوين صباح الفلة ومسائل الفلة على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو في وحشتوني جدا جدا وكالعيدة بتوحشوني من الفيديو للفيديو خلاص عيد الاطحى قرب كل سنة وانتو طيبين شايفين الخروف الكيوت السغنان ده هو ده اللي احنا هنعمل النهاردة مع بعض وداوس الحلقة اللي فاتت او الفيديو اللي فاتت كنا عمليين توزيعيات للاطفال لعيد الاطحى وكانت سهلة جدا وبسيطة وما كلفتناش اي حاجة هنكمل بقى ستسلة اللي هي الحاجات اللي هنعملها العيد الاطحى اه طبعا الخروف احنا عارفين هو ابيض في اسبت خلاص هنعمله النهاردة بفكرة كور البومبومز وهحطلكو في صندوق الوصف تحت فيديو بيشرح ازاي تعملي الكور دي انا هعمله دلوقتي معيك وحشرحه لكم وحسبلكو بردو اللينك عشان بردو تشوفوه هجيب شوكا كده ولف عليها اللون الاسبت عشرين لفة عشان انا مش عايزة الرجل بتاعته تكون كبيرة قوي حاجة كده الشوكا فيها ثلاث فتحات كده من ناحية اليد حاجة كده في النص وحط خيط 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 صوف بالعرض خيط الكوريشي يعني وحبتدي ان انا اربطه كده ربطة حلوة تمام وحبتدي ان انا اسحابه من الشوكا واصقص بقى حروفه بالمقص اهو زي ما انت شايفين كده وحط اسقصي بقى كده طبعام بغاية ما تعملي كورة صغيرة طبعا عايزة اقول لكم الكورة دي بتتبايع غالية جدا بس هي بجد سهلة جدا ان انت تعمليها وبالاحجام اللي انت عايزها كمان بس انا بعمل كده هعمل بيها برضو الجسم بتاع الخروف طبعا انا عملت منه اربعة هو عشان الاربع رجول هبتدي بقى اخد الجراب كده سيليكوم بتاعه موبايل وتبتدي تلف عليه مئة لفة عشان تعملي جسم الخروف تبتدي مئة لفة تلف فيهم تمام وحبت بنفس الطريقة بتاعت الاسود عملناها بتقصاصي بقى كده لغاية برضو ما توصلي ايه للشكل اللي انت عايزة انا بص ما صويتهاش قوي عشان تديني برضو ايه احق فروة الفروة الصوف بتاع الخروف هاخدها كده في ايه واخليها بيضاوي شوية عشان تديني برضو جسم الخروف مدرقش عنا زي الكورة كده اهي حتدي هسبت عليها الاربع رجول لو انت مقوم مرة بتشوفيني شرفتيني ونورتيني اتمنى انت تشترك في القناة واتفع علي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد تمام واناو انسى من متابعيني الحلوين يلا نزلي بصراحة حطي اللايك ما تنسيش الكومنت الحلو اللي منك انا كده خلاص طبت الاربع رجول هشتغل بقى في وش الخروف او راس الخروف دي رسمات او رسمة الخروف انا كنت تطبعها من على جوجل تقدر تطبعها من اي سايبر وحبت ازي ان انا افرغها على الفون جليتر الاسود والابيض حفرغ اللون الاسود والابيض على الفون جليتر الاسود والابيض على الفون جليتر الاسود والطريقة دي احنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده اهو دبست الاول اللون الاسود وسبتو على الفون جليتر الاسود وحبتدي بقى ايه اقصه كده تمشي على حدود الصورة حتة البيضة دي اللي بتبقى فوق راس الخروف لها الفروة دي برضو هفرغها على اللون الابيض طيام كده طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة انا اهو قصية الحتة البيضة زي ما قمتلكه اهو حبتدي بقى اقامل ايه هشيل بقى الدبابيز بتاعتي الدباسة حبتدي بقى اقامل ايه هشيل بقى الدبابيز بتاعتي الدباسة طبعا ممكن ان انتي تشاركي ولادك خليهم يعني ايه ساعدوكي في حاجة زي كده الولاد بيفرحوا قوي 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 بالحاجات دي اهو عملنا الراس بتاعتي الخروف والحتة كمان البيضة اللي فوق هنلزقها بالسيليكون كده اهو بصدي بقى الخطوة اللي جاية دي خطوة العين بتاع الخروف لو انتي ما عندي كيش الكيس بتاع العيون ده خلاص اه عايزي جدا هتعملي الدايرتين لونهم ابيض وجواهم دايرتين لونهم اسود حجمهم اصغر وهتلزقيهم والدنيا هتمشي معاك وهتقضي معاك نفس الغلط طعام ما تبقى فيش نفسك على حاجة وفرحي ولادك هيفرحوا بيه قوي هتتجي بقى كده ايه اصبت الخروف بتاعي اهو حطيت الروس بتاعته لزقتها على جسمه فيه كده ايه حاجات كده زيادة كده في الجنب وقلت وما قصتها عشان يبقى شكله حلو هبصوا شايفين شكله حلو وكيت ازاي انا خلاص خلصت الفيديو بتاعي النهاردة يا رب الفكرة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم واستنوني في الفيديو اللي جاي هيجبكم ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة